اعزائي المشاهدين راحب بكم اليوم بحلقة جديدة اليوم راح نتكلم على برنامج Autodesk Sketchbook برنامج الرسم الرقمي طبعا دخلت حديثا بهذا العالم انا رسام تقليدي مثل ما تعرفون من فيديوهات اذا شاهدتوها اا اقتنعت قبل فترة تابليت جرافيك تابليكت الي هو اكس بي بين زيرو او في تو طبعا هذا جرافيك تابلت يعني بدون شاشة اكو ديسبلي تابلت ذاك ترسم مباشرة على الشاشة هذا جرافيك تابلت يعني بيه قلم و يتحسس الضغط ولكن تربطه على حاسبة او لابتوب وتتابع الرسم مارتك عن طريق الشاشة يعني كبداية انصح انه تشتري هذا التابلت لا تشتري ديسبلي تابلت يعني حقيقة مبلغ و كبير يعني بالاقل ديسبلي تابلت اربعمائة خمسمائة دولار ولكن هذا الجرافيك تابلت سبعين دولار خمس سبعين دولار و يأفي بالغرض وجدا ممتع بالرسم كبداية وحتى كاحتراف ايضا برنامج اوتو ديسك سكيتش بوك برو طبعا هو كان بالبداية برنامج مجاني من قبل هذي الشركة عملاقة بالجرافيكس وبرامج الهندسية لكن باعة واللايسنس مالتا يعني باعة والترخيص مالا الآن ما تقدر تتنزلها بشكل مجاني من الموقع حاليا لاحظ احنا نرسم الاشكال باوتو ديسك سكيتش بوك برنامج كلش خفيف وحلو و جميل للرسم طبعا للرسم يعني اذا تقارنا بالفوتوشوب معظم الرسامين المحترفين يستخدمون فوتوشوب فوتوشوب بمعالجات صورية ولهذا تلاحظون يعني اثناء الرسم يعالجون صوريا لكن بهذا البرنامج الامور مباشرة يعني الرسم المباشر نعم بيه ليرات ولكن ليس تحكم بالليارات الفوتوشوب يعني يعني الامكانيات الهائلة لهذاك البرنامج مع ذلك برنامج اوتو ديسك سكيتش بوك برنامج جميل وحلو وينطيك نتائج جدا راقية بيه ايضا التحريك يعني لحظ هسي راح افتح هذا انيميشن تحريك بسيط سوو يعني صنعت قبل فترة عن طريق فليب بوك اقوم ملحق بالبرنامج يسمى فليب بوك هذه بيئة خاصة للتحريك يعني كارتونيك تعمل بيها فريمات طبعا بيه وتحرك وتهاي ولكن المشكلة انه انت محدد بألف فريم يعني انت مدي تحرك اذا تحرك 24 فريم بالثانية او 30 فريم بالثانية ما تقدر تنتج اكثر من يعني فلنقل يعني 10 دقائق او ربع ساعة ما تصور اكثر اضرب 60 في 60 لا دقيقة اقل من دقيقة ما تطلع يعني هذا المشهد امامكم هذا اربع ثواني فقط طبعا اخذ مني يومين من العمل الشاق التحريك الكارتوني عمل شاق بمعنى الكلمة لان انت كل لقطة لازم تعيد رسمها هو تعمل تايمينج وإديتينج طبعا هذا تلاحظ بس يعني بدون الوان وبدون تفاصيل وبدون اضافة الصوت والمؤثرات الصوتية والمؤثرات الصورية يعني هي كتجربة حبيت انه اشوف امكانيات هذا البرنامج طبعا اذا تقارن ببرنامج الاخر المنافس الى اللي هو برنامج كريتا برنامج مجاني لا ذاك برنامج يعني مفتوح وبي امكانيات كبيرة جدا حتى من تفتح التولز يعني الخاصة بيه اتيه من كثرتها ومفتوح طبعا الفريمينج ممكن لاحظ هذه الصورة او اللوحة رسمتها قبل فترة طبعا هي في يعني قيد العمل لم تكتمل بعد ولكن وصلت مراحلة النهائية تلاحظ قوة هذا البرنامج بهذا المجال يعني بالستيل اميجينج او باللوحات الثابتة تتحكم به بشكل راقي جدا الفراشي الالوان التدرج اللوني طبعا تتحكم ايضا بالليارات تنشئ ليارات ليار فوق ليار ولكن على قدر ما انت تحتاج ما ينطيك يعني امكانيات اللي بالفوتوشوب مثل نورمال ليار او لايتينينج ليار او داركنينج ليار او اوفر ليار هذه ما موجودة هنا موجود انه تتراكب الليارات وتتحكم بالاوباسيتي ما الليار برأيي كرسام انت ما تحتاج اكثر من هذه لكن مرحلة الاحتراف لا يعني تلاحظ معظم الرسامين مثل ما ذكرت المحترفين يستخدمون فوتوشوب لان اثناء الرسم يتحكمون بالالوان وبالتداخل بين الليارات اما هنا لا انت تخفي لايار تلاحظ هاي خفيت الليار الرئيسي هاللوحة واقدر اخطط عليها وابني اللوحة الخاصة بي او ابني من الصفر يعني start from scratch مع ذلك انا يعني شفت برنامج جميل وحلو ومباشر طبعا يعني تقدر تحقق بي نتائج جدا كبيرة حتى للمحترفين ايضا يعني ليس فقط للمبتدئين او المستوى المتوسط اه كريتا حلو وقوي ولكن اتيه به يعني كبداية لاحظنا هذا الفرز اليوشن موفي بعد ان اخرجت وكملت اه يعني حولت الى mp4 فايل اه يعني تقدر تشاهده باي مجال خارج برنامج سكيتش بوك تلاحظ هاي مجرد اربع ثواني اخذت مني يومين او اكثر من العمل الدقوب والله اكثر من يومين تقريبا يمكن اربعة ايام او اسبوع اعتقد اه كل فريم حركة وبخاصية يعني تلاحظ تشاهد الفريم السابق والفريم اللاحق والفريم اللي انتبه وتشوف موقع الفريم اللي راح ترسم انتبه الشكل حتى ينطيك النتيجة الصحيحة وتعدل وتمسح وتضيف ويعني ولكن ينطيك يعني امور بسيطة حلوة ومباشرة لحظة هنا لهذا السكيتش مثل ما ذكرت بدون الوان بعد ما اضفت به لا يعني الوان ولا اضاءة ولا غيره اما باللوحة الاستير لا ينطيك النتيجة المرجوة واكثر برنامج متوع وسهل يعني انصح به كتدريب وكانشاء لوحات الفوتوشوب اضافة الى انه هو غير مجاني طبعا يعني اصدار الفوتوشوب اصبح انه انت يعني تدفع ايجار يعني ما مثل السابق تشتري البرنامج وتنزله هذا ولا تنزل البرنامج وتنطي سبسكروبشن سنوي او ستة اشهر او شهر تدفع مثل الايجار حتى يفعل لك البرنامج ومكلف طبعا يعني السبسكروبشن سنوي او الشهر يلعفوا تقريبا بالمية وعشرين ميتين دولار ليش لانه برنامج يعني اساسي اصبح للمهنين اللي يشتغلون بالمجال تأثيرات صورية ويعتمد عليه يعني لكن هذا البرنامج انا شوفه جدا جميل لاحظ هنا مكتبة الفرش والاقلام تتحكم بيها مثل ما انت تريد تصمم المكتبة الخاصة بيك تقدر تنزل من النت داونلود اكو كثير مواقع فري برشة ينطيك اضافة الى انه انت تقدر ايضا تصنع البرش الخاص بيك يعني قوان حسب ما انت تحتاج لحظان هاي الاقلام الفرش فرش زيتية اقلام تحبير هنا الفرشات كيف تتحكم بحجمها لاحظ هذا سلايد ما الحجم هذا الوباسيتي يعني الشفافية او درجة عمق اللون يعني امكانيات كلش كبيرة حلوة واذا تحب تنزلوه يعني من مجاني او كم وراء مواقع تورينت لا زال موجود مواقع تورينت اذا تفوت على يعني شركة اوتو تسك يقول لك لا اصبح يعني لازم تدفع فلوس ولكن الفترة السابقة كان اكو يعني تقدر تلقي اشكر متابعتكم والى اللقاء اشتركوا في القناة